ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر والجهود المبدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وأكد مدبولي اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات والعمل على بدل مزيد من الجهود لتنميتها وإتاحة التيسيرات والمحفظات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار الصناعة عقب ذلك شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والرابطة الافريقية لمصنع السيارات حيث لفت مدبولي في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي تم إطلاقه والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغزية لها في مصر